بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسلام بكم وابنائنا الطلاب في الفيديو ده هنتابع تقديم سلسلة التعبير وهنا هنشرح لكم كتابة البرقية من إعداد أستاذ ياسر محمد نجيب في البداية لازم نعرف بأن البرقية هي عبارة عن آراء أو معلومات أو مشاعر أو طلب لتنفيذ أمر عاجل أنت بترسله لشخص بعينه بغرض التهنئة أو التعزية أو غيرها من الأغراض وعندنا هنا مجموعة من القواعد لازم نرعيها أثناء كتابة البرقية بتبدأ القواعد ديات بكتابة اسم المرسل إليه وعنوانه أعلى البرقية من ناحية اليمين وبعدها بنسجل موضوع البرقية في الوسط بإجاز ويستحسن بأنك ما تزيرش عن سطر وبعد كده كتابة اسم المرسل وعنوانه أعلى البرقية ناحية اليسار مع وضع إطار حول البرقية بعد الانتهاء من كتابتها عندنا هنا مثلا نموذج ليه برقية بيطلب مني بأني أكتب برقية عزاء أعزي فيها زميل لي في كتابة البرقية هنلاحظ بأنه بدأ بالمرسل إليه والعنوان بتاعه بعد كده كتب العبارة بتاعته باختصار وبعد كده المرسل وعنوانه على اليسار في أسفل البرقية نلاحظ بأنه من المهم جدا بأنك تسيب اسم المرسل إليه وعنوانه فاضية بالإضافة إلى اسم المرسل وعنوانه فاضي وبأنك ما تحطش الحدود إلا بعد ما تكتب برقيتك بشكل كامل وبننصح دايما أبنان الطلاب بأنهم يحطوا حدود البرقية بعد الانتهاء من كتابتها تجنبها للأخطاء اللي احنا بنشوفها من بعض الطلاب فمثلا بنشوف بعض الطلاب بأنه بيجي هنا يكتب اسم المرسل هنا في الآخر وما بيسيبش مساحة فاضية لكتابة الاسم بتاعه وبالتالي انت هتكتب المرسل إليه وعنوانه هنا على أعلى اليمين وبعد كده العبارة بتاعتك وتراعي في العبارة بتاعتك تجنب الأخطاء الإملائية وجودة العبارة وجودة الخط وتراعي برضه جودة صياغة العبارة وجودة الخط بعد كده بنكتب في أسفل البرقية من ناحية اليسار اسم المرسل وعنوانه بكده نكون خلصنا شرح البرقية بنتمنى لجميع أبنائنا كل التوفيق ونتمنى شرفونا باشتراككم في القناة